برنامجي لرئاسة فيفا يعتمد على الشفافية والديمقراطية يجب أن تعود فيفا إلى كرة القدم لأن مسألة إبقاء القضايا بعيدة عن الجميع في صندوق أسود إنجاز التعبير لا يجب أن يستمر في فيفا ما حدث سابقا في هذه المنظمة أمر المسيء لكرة قدم حول العالم والآن لملك فرصة ذهبية لتغيير كل المعطيات وأفضل شيء هو دخول الديمقراطية إلى فيفا كل مرشح يجب أن يمتلك دعم خمس اتحادات كروية في البداية وأنا أبحث عن هذا الدعم رغم أنني أملك سنوات طويلة في عالم كرة القدم كلاعب ومدرب ووزير الرياضة إلى جانب تواجدي في لجنة تنظيم مونديال البرازيل هذه القاعدة تجعل الفرصة محدودة لمن يرغب بالترشح للمنصب وأنا واثق بأنني أملك الدعم للاتحاد البرازيلي وأنه في الموعد المحدد لشهر أكتوبر سيكون إلى جانبي الدعم المطلوب من الاتحادات الخمس الكروية لا يمكنني وصف بلاتر بالفاسد رغم أنه كان رئيس فيفا عندما تلقى سبع من أعضاء المكتب التنفيذي أوامر الاعتقال بتهم فساد ولكن بلاتر لم يتلقى أي تهمة أنا أستغرب أن الرئيس لفيفا يستقيل بعد أيام قليلة من إعادة انتخابه كما حدث شهر يونيو الماضي وشاهده العالم أجمع هذا أمر غريب ولا يمكننا أن أتحدث عن بلاتين أو غيره من المرشحين لأنني أسعى لإعادة كرة قدم إلى العالم يمكن أن أضرب لك مثلا في طريقة اختيار أفضل لاعب حول العالم حيث يكون التصويت من اللاعبين والمدربين للمنتخبات إلى الجانب ومثلي الصحافة ولكن في انتخابات فيفا فإن الأمر ليس ديمقراطيا أعتقد أن الجميع عبر الإنترنت يمكن له أن يتواصل مع العملية الديمقراطية ويجب احترام أراء المشجعين حول العالم الكثيرون لا يدركون ما هي فيفا وما تقدمون للعبة ولا يتذكرون هذه المنظمة إلا في أيام المونديال وهذا أمر موثل للأسف ولا يخدم كرة قدم يجب أن يكون كل رؤساء الاتحادات الكروية مدركين لخطة كل مرشح للرئاسة وهذا ما جعلني أطالب بمناظرة الفيزيونية بين المرشحين لرئاسة فيفا يجب أن يكون برنامج كل مرشح واضح للجميع قبل تقديم الدعم له والأمر يشمل الاتحادات القارية والتي نشاهد حاليا رئيسها يعلن ترشيح مرشح معين ومن المستحيل مثلا أن يكون دولة مثل برازيل لها ذات وجهة نظر كبوليفيا لا يجب أن يكون رئيس الاتحاد الأمريكي الجنوبي صاحب القرار وأن يعلن تأييد كل الدول المنضوية تحت عضويته لمرشح معين يجب أن تتغير قواعد اللعبة ونشاهد مزيد من الديمقراطية أطالب أن يكون القرار بيد الاتحاد المحلي الأمر أيضا في آسيا لا يجب أن يفرض الاتحاد القرير رأيه فما يناسب اليابان لا يناسب الإمارات مثلا إنها الديمقراطية لمصلحة كرة القدم سأرسل رسالة إلى كل اتحاد كروي حول العالم أشرح فيها برنامج الانتخابي وما أسعى لتحقيقه وبعد ذلك سأتحدث إلى رؤساء الاتحادات عبر شبكة علاقاتي من لاعبين ومدربين والتي سبق أن لعبت أو دربت فيها لا أملك طائرة خاصة للسفر والتنقل حول العالم لمقابلة كل رئيس الاتحاد وأنا يجب أن نتابع عملي كمدرب حاليا تواصلي سيكون عبر شخصيات مقرمة مني وبواسطة الإنترنت مع هذه الدول أعتقد أن تدريبي لفريق في الدور الهندي هو تحدي لرفع مستوى المسابقة كما حدث عندما توجهت سابقا إلى اليابان في بداية الاحتراف لديهم نشاهد الآن لاعبين مثل تريزيغي ودل بيرو انضموا لفرق في الهند لتطوير اللعبة في هذه الدولة الأسيوية عقدي يمتد لسنتين في فريق الحالي واستفدنا من الموسم الماضي كخبرة جيدة كان الحضور الجماهيري متميز وأظن أن الكرة في الهند ستطور بشكل سريع في وقت قصير فيما يتعلق بالكرة البرازيلية فإن اللاعب بات محترفا في دوريات متعددة في عمر صغير نسبيا ونفقد الهوية الكروية البرازيلية الأموال التي تدفع في الصفقات مبالغ فيها واللاعب البرازيلي يحترف في دول مثل أوكرانيا أو الصين يجب أن يقدم اللاعب جهدا أفضل للمنتخب كما يفعل مع النادي وأطالب بالتقنين عمليات رحيل اللاعب عن البرازيل في سن مبكر مسيرتي في كرة قدم شهدت انتصارات وانكسارات لا أشعر بالندم على أي قرار وحتى إهدار ركلة جزاء أمام فرنسا في مونديار 86 أمر تجاوزته الفريق خسر بركلات الترجيح أنا ذاك وأنا نجحت بركلات الترجيح ولست سببا في الهزيمة ولكننا كمنتخب لم نكن جاهزين للعب ركلات الترجيح إيطاليا كما تذكر نارت لقب عن 82 رغم أنها أهدرت ركلة جزاء في الشوط الأول النهاية أمام ألمانيا لا أفكر حاليا بمواجهة فردية أمام بلاتيني كما حدث عندما كنا لاعبين في المونديال بل إننا جميعا نسعى لما هو في مصلحة كرة قدم بالنسبة لي شخصيا أعتبر نادي فلامينغو الأفضل عالميا إلى جانب منتخب البرازيل ولا تعجبني أي من أندية أوروبا شكرا